العنب. العنب كثير من العالم يحبون العنب. عندك العنب يصير يعني لما نتاكل العنب ما راح تاكل واحدة اثنين اهلا وسهلا بكم اشلونكم احوالكم ان شاء الله لكل زينين. اليوم موضوعنا في القناة راح نتحدث عن الفواكه. راح اعطيكم بعض الفواكه اللي لازم تركزون في اكلها خلال الدايت. خلال انتو تاكلون سعرات حرارية قليلة. وبعض الفواكه اللي من المفترض من الاحسن تتجنبوها خلال الدايت. ليش? لانه فيها سعرات حرارية عالية. فبهذا الفيديو راح اقارن فاكهة مع فاكهة. انا بالنسبة الي اتوقع انه كل الفواكه هي صحية لكم. وكلها بيها فوائد عظيمة. وايضا معظم الفواكه سعرات الحرارية اقل من كثير شغلات كثير اكلات مثل هامبورجر فرنش فرايس. بس اليوم راح اقارن لكم فاكهة مع فاكهة. ايا فاكهة بها سعرات حرارية اقل حتى تركزون في اكلها خلال الدايت حتى ما تصعد الكاليريك انتيك او السعرات الحرارية اللي تاكلوها خلال اليوم. فخلي قواهيرا نبلش بالموضوع. اوكي فهس راح اعطيكم الفواكه اللي لازم تركزون عليها خلال الدايت. راح اعطيكم ياها من خمسة الى الرقم واحد. يعني خمسة هي تجي بالمرتبة الخامسة وبعدين الفواكه اللي تجي بالمرتبة الاولى اكيد راح تكون احسن. فبالمرتبة الخامسة راح تكون لبلاك بيريز. بلاك بيري هو هذا التوت الاسود الحراويكم بصورة. هذا التوت الاسود اذا تاكل مئتين وثلاثين غرام من هذا التوت الاسود فيها فقط مئة سعرات حرارية. فاذا تشوفون مئتين وثلاثين غرام. يعني الكمية كثيرة فقط بس مئة سعرات حرارية مقارنة بغير الفواكه اللي سنتكلم عليها. وايضا البلاك بيري فيها فايبر. والفايبر الالياف راح تشبعكم اكثر لمن تاكلوها. الفاكهة بالمرتبة الرابعة هي الكانتلوب او الهانيدو وهو هذا البطيخ او الشمام الاصفر او الاخضر. حراويكم الصور همين. شوفوا هذا اذا تاكلون ثلاث مئة غرام من عنده في فقط بس مئة سعرات حرارية. فاذا تشوفون تقدرون تاكلون ثمانين غرام اكثر من البلاك بيريز حصلون نفس السعرات الحرارية. ما بي اه الياف كثيرة مثل البلاك بيريز بس لانه سعرات الحرارية قليلة راح تقدرون تاكلون منه كميات اكثر وراح يساعد على تشبيعكم. وبعدين ننتقل اه سنسا احنا دا نحجي على الميلونز ننتقل على الوارير ميلون. المرتبة الثالثة الوارير ميلون هذا الرقي. الرقي الاحمر. الوارير ميلون ثلاثمية وثلاثين غرام من عنده في فقط مية سعرات حرارية. فاذا تشوفون معظمة هو ماي. فالوارير ميلون من اه اه خوش فاكهة تاكلوها لانه سعرات الحرارية قليلة وتقدرون تاكلوا منه كميات كثيرة وايضا راح يساعد على الاشباع. بالمرتبة الثانية هذه هي الفاكهتي المفضلة هي الفراولة. شوف الفراولة ثلاثمية غرام من الفراولة. فيها فقط مية سعرات حرارية. فاذا تشوفون هي شوية اقل من الوارير ميلون. بس ليش حطيتها بالمرتبة الثانية لانه فيها الياف اكثر من الوارير ميلون من الرقي الاحمر. الالياف دائما كل ما تكون اعلى كل ما راح تسبب في الاجباع لكم. فراح تشبعون واحنا غرضنا خلال الدايت وخلال اكلنا سعرات الحرارية قليلة. انه نريد ناكل اكلات فيها سعرات حرارية وهي حجمها كبير بس سعراتها الحرارية قليلة. حتى شنو حتى ما انضل جوعانين حتى ما نجوع وانضل شبعانين. لانه خلال الدايت هو صحيح سهل تنزيل الوزن بس تقلل سعرات حرارية وزيد النشاطات الرياضية. بس الصعوبة في انه انت راح تشعر في الجوع. فلازم اتعلم نفسك انه تبحث عن بعض الاكلات اللي حجمها كبير مع سعرات الحرارية صغيرة. فالفراولة 300 غرام من الفراولة مية سعر حرارية وايضا فيها الياف عالية. وبالمرتبة الاولى راح اختار الستار فروت. راح اشوفكم صورة. ممكن هذه الفاكهة ما تكون متوفرة في كل مكانات العالم. وممكن انتو ما عدكم اكسس اليها. بس اختاريتها بالمرتبة الاولى. اذا تنقدرون تشترون هاي الفاكهة ويبيعوها في المحلات يامكم. 330 غرام من هذه الفاكهة فيها مية سعر حرارية وايضا فيها تسعة غرام من الفايبر. الفايبر اكثر من الستروبريز. اعطيتكم هاي خمس فواكه. اتمنى انه بعض هاي الفواكه راح تعجبكم. مثلا الوارميلون الرقي او الستروبريز هي ماي فايفوري تو لانه تاكلون حجم كبير وسعرات الحرارية قليلة. فهسا راح ننتقل نتحدث عن خمس فواكه تحاولون تتجنبوها لانه هاي راح تصعد السعرات الحرارية التي تاكلوها خلال اليوم. شوفها راح تاكلون كميات قليلة من هالفواكه بس سعرات الحرارية راح تكون كثيرة. من ناحية اذا تاكلون هاي الفواكه فرش او مجمدة ماكوا اي فرق. اذا تعجبكم تاكلوها مجمدة ماكوا اي فرق شتروها مجمدة لانه هما دائما يجمدوها وهي فرش. ففيها كل النوتريينت وفيها كل الشغلات المفيدة لكم. تقدرون تحطوها في في شيك تعملون بها المرتبة الخامسة من اسوأ الفواكه لكم. ليش اسوأ قلت لانه فيها سعرات حرارية عالية واني اعتقد انه كل انواع الفواكه هي زينة لكم. فلا توقعون انه هاي الفواكه هي اسوأ. رامي قال هاي الفاكهة مو زينة. انا راح اروح اكلي هامبورجر بدل ما اكل هاي الفاكهة. لا. غلط. اوكي. الفواكه هي صحية بصورة عامة. بس داقارن مثل ما قلت لكم. فاكهة في فاكهة. المركز الخامس هي المانجو. اوكي. المانجو. شوف المانجو فيها 166 غرام من المانجو فيها ميت سعرة حرارية فاذا شوفون بس 166 غرام فعندك ستروبريت تذكر تقريبا ستروبريت 300 غرام او الرقي 330 غرام يعني تاكل 3 مرات تقريبا رقي تساوي حجم المانجو بالنسبة للسعرات الحرارية ميت سعرة حرارية. اوكي بالمرتب الرابع. العنب. العنب كثير من العالم يحبون العنب. عندك العنب يصير الدكتين يعني لما تاكل العنب ما راح تاكل واحدة اثنية اثلافة راح تظل تجر وتاكل عنب العنب مية واربعين غرام من العنب في مية سعر حرارية ومليان بالسكر شوف العنب في كثير سكر بحيث لما راح تاكل عنب راح تشتهي سكر اكثر وذلك راح تظل تاكل عنب بعدين ممكن تدور تاكل غير فواكه فمية واربعين غرام في مية سعر حرارية مقارنة مثل ما قلت لكم قبل شوية الفراولة والوارميلون الغرامات اكثر راح تاكلون وسعراتهم حرارية اقل وخاصة اريد اتكلم عن المجفف الزبيب يعني الريزنز وايشي مجفف لا تتجهون الى الفواكه المجففة قلت لكم قبل شوية تقدرون تاخذوها فرش او فروزن بس لا تتجهون الى الفواكه المجففة الفواكه المجففة هي صحيح فواكه صحية بس مجففة والحجمها صغير بس السعرات الحرارية مركزة كثير فيها فلا تاكلون اي فواكه مجففة من ناحية زبيب او ايضا لا تاكلون في شغلات اسمها تريل ميكس وهي تجي مثل مكسرات وايضا فيها كثير فواكه مجففة كثير عالمين يتوقعون انها هي صحية واكيد هي تفيدكم بس شعراتها الحرارية عالية احنا نريد ناكل شغلات اكل شعرات الحرارية قليلة حتى نقدر نقص وزنه بالمرتبة الثالثة الموز شوف عندك الموز مية وعشرة غرام من الموز تقريبا موزايا واحدة فيها مية سعرة حرارية اوكي فاذا تشوفون الموز دنس يعني اذا انتو تشولكم شايك بروتين شايك تحطون موزايا واحدة مية وعشرة سعرة حرارية او تحطون ثلاثمائة غرام بعدها ثلاث موزايات من الفراولة ياهو ستجعلون ميكس موزايا الفراولة لانه الفراولة حتحطون كثير فيها في البروتين راح تشبعكم اكثر من تاكلون موزايا واحدة راح تخلص بسرعة المرتبة الثانية الافوكادو الافوكادو الكثير من العالمين يحبون الافوكادو الكثير من العالمين يتوقعون انه الافوكادو هلثي وهو صحيح مفيد لكم وكثير من العالم ق يقومون بسلاطة يضعون لهم أفوكادو بالسلاطة الأفوكادو في كثير سعرات حرارية دنس كثير من السعرات الحرارية يعني تقريبا تعتمد على حجم الأفوكادو الأفوكادو الوحدة ممكن يكون فيها سعرات حرارية أكثر من لفة هامبورغر سهو صحيح صحيح بسعرات الحرارية عالية ستين غرام من الأفوكادو في ميد سعر حرارية ستين غرام يعني شوية هلقت في ميد سعر حرارية بينما السترابريز هلقت 300 غرام سترابريز بميد سعر حرارية أوكي فانتبهوا لما تأكلون الأفوكادو يعني إذا كانت بدأ لكم أقطع الأفوكادو خلال الدايت الصارم لما سعرات الحرارية تكون قليلة جدا أقطع الأفوكادو لأن الأفوكادو رح يأخذ مكان كثير من السعرات الحرارية إذا أنت تقدر تأكل شوية من الأفوكادو تستيطر على نفسك لكن الأفوكادو فاكهة كثير طيبة وعندما ستأكلوها ستريدون أن تكملون الأفوكادو كله وآخر فاكهة أريد أن أتكلم عليها اليوم هي فاكهة بريسيمين هذه الفاكهة جزء ما رح تكون متوفرة كثير في العالم هي فاكهة يابانية رح أشوفكم صورة بس إذا مثلا أخذتوا فيكيشن طلعتوا مكان وشفتوا هذه الفاكهة بس حتى تتعرفون شقد سعرات الحرارية خمسة وسبعين غرام من الفاكهة فيها مئة سعرة حرارية أوكي؟ فذل ترون أنه بس خمسة وسبعين غرام في مئة سعرة حرارية وما بها فايبر من ناحية بعض الفاكه اللي ما تكلمت عليهم رح أعطيكم إياها على السريع عندك الأنناس، التفاح، البرتقال، المشمش، الخوخ، الرازبيري، التوت الأحمر وعندك البلو بيري هذا الأزرق، الطوخ البنفسجي رح شوفكم صورة هاي تقريبا سعرات من الحرارية كلها متشابهة تقريبا مئتين غرام من كل هذه الفاكه رح يطلع فيها مئة سعرة حرارية فهذا ليس كبيرا لك، فهذا عندك مئتين غرام، مئتين غرام فيها رح يطلع مئة سعرة حرارية بس مو مثل تقارنها مع الشرابيريز والوارمالين رح تكون الحجم أكثر ونفس السعرات الحرارية فأتمنى هذا الفيديو فاتكم حبيت أعمل هذا الفيديو حتى يكون أدكم فات فكرة عن الفواكه لأنه هي الفواكه صحيح صحية، بس بعض الفواكه فيها سعرات حرارية وانت مو معناتك تأكل أكل صحي رح ينزل وزنك، لا، لازم تنتبه على السعرات الحرارية اللي موجودة في الدايت ابعتوا هذا الفيديو لأي واحد يحب يتعرف على هذا الموضوع وشاركوني على اليوتيوب، اضغطوا اللايك، رح تساعدني في القناة، وشكرا اشتركوا في القناة